قائمة سوداء للأمم المتحدة في تقرير للمنظمة بشأن انتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات القائمة في اليمن شملت القائمة ميليشيا الحوثي والتحالف العربي والحكومة اليمنية والحزام الأمني الذي يموله نظام أبو ظبي إلا أن دلالة توقيت التقرير الأممي تزامن مع جدل دولي حول المعارك الدائرة في الحديدة الأمم المتحدة حملت تحالف مسؤولية مقتل 368 طفلا وإصابة 300 آخرين واتهمته بانتهاك حقوق الأطفال وحملت المنظمة الدولية جماعة الحوثيين مسؤولية مقتل 83 طفلا وإصابة 241 بينما لم ترد الأرقام المتعلقة بانتهاكات الحكومة اليمنية لحقوق الأطفال هذه هي الإدانة الثانية من الأمم المتحدة للتحالف العربي بعد الإدانة الأممية في أكتوبر من العام الماضي التي بموجبها تم وضع التحالف العربي ضمن لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال اليمن بجانب ميليشيا الحوثي التي أصدرت ضدها قرارات دولية وعقوبات بحسب متابعين فإن إدراج التحالف والقوات اليمنية ضمن اللائحة السوداء في هذا التوقيت هو بمثابة رد أممي على إصرار التحالف العربي على المضي نحو السيطرة على الحديدة متجاوزاً التحذيرات الأممية الرافضة لاقتحام المدينة ويعد الأمر ورقة ضغط سياسية أكثر من كونها انحيازاً أممياً للضحايا إدراج الحكومة إلى جانب ميليشيا الحوثي في القائمة السوداء أمر قد يترتب عليه تداعيات كثيرة من بينها أن التقرير الأممي جزء من عملية الضغط للذهب نحو المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وبموجبها يجري المبعوث الأممي الثالث إلى اليمن مارتيني جريفث تحركات وتنقلات بين الرياض وعاداً وصنعاء ويبقى السؤال الذي يطرحه متابعون متعلقاً بالحكومة الشرعية فوفق التقرير الأممي تحولت الحكومة إلى طرف مدان إلا أنه تغافل عن الانتهاكات الواسعة والمستمرة تجاه حقوق الأطفال من قبل ميليشيا الحوثي التي جندت الآلاف منهم فيما تفرج الحكومة عنهم وتعيد تأهيلهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر